طيب إمام أهل الخلاف في زمان مؤمن الطاق رحمه الله المجاور له في الكوفة لأنه من أهل الكوفة ذاكم من أهل الكوفة من كان إمامهم أبو حنيفة لعنه الله يعني المفتي الأعظم الإمام الأعظم ما كان مؤمن الطاق يتركه بحاله لا بد أن يخاصمه يشاكسه يناظره أحيانا بل ويهزأ به ويسخر منه ويسقط اعتباره الاجتماعي كانت بينهما فصول عديدة بالمناسبة رويت عند المؤالف والمخالف من المناظرات من المواجهات من المشاجرات أحيانا وكان أبو حنيفة لعنه الله أحيانا يريد أن يجرح مشاعر مؤمن الطاق ويؤذيه ولكن مؤمن الطاق كان فطنا لا يلبث إلا أن يرد الصاع صاعين فلاحظوا هنا مثلا ماذا فعل نرجع إلى رجال الكشي من جديد لاحظوا في الصفحة 187 يقول قال أبو حنيفة لمؤمن الطاق وقد مات جعفر بن محمد عليهما السلام يا أبا جعفر إن إمامك قد مات فقال أبو جعفر لكن إمامك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم أي شيطان بعد إبليس إنت إمامك إبليس شوفوا هاي العلاقة هكذا تعلم هؤلاء كيف تكون علاقتهم بحسب ما رسمه الأئمة عليهم السلام مع رؤوس أهل الخلاف كأبي حنيفة هذا يقول وقيل إنه دخل على أبي حنيفة يوما فقال له أبو حنيفة بلغني عنكم معشر الشيعة شيء فقال فما هو قال بلغني أن الميت منكم إذا مات كسرتم يده اليسرى لكي يعطى كتابه بيمينه أنتم تعلمون أن مخالفين روجوا كثيرا من الأساطير عنا ولا تزال بعض هذه الأساطير مصدقة بالمناسبة تصدقون مع أنه كل شيء كشف والتضاح العالم صار قرية واحدة كما يقولون إلا أنه سبحان الله ما زال بعض الأغنام يصدقون يعني ما سامعين أنه يقولون لك أنتوا الشيعة لما تسوون هالشكل في الصلاة تقولون خان الأمين خان الأمين خان الأمين على أساس نعوذ بالله أننا نقول إن جبرائيل عليه السلام خان الرسالة فسلمها إلى محمد صلى الله عليه وآله وكان يفترض أن يسلمها إلى علي عليه السلام القائل بهذا كافر عندنا افتراء علينا كذب علينا يقول لك الشيعة عندهم شيء يسمون ليلة الطفية أو الطفية على أساس شنو يسوون يروحون يطفون الأضواء ويجمعون الرجال والنساء فتقع بينهم الفحشاء ولا أحد يعرف الآخر أكاذيب أكاذيب باطلة ما أدري في الليلة الأولى من زواج الفتاة تسلم إلى السيد وفي صبيحة اليوم التالي تسلم إلى الزوج وأنه إذا أتت بولد من هذه الليلة سمي سيدا وهذا واحد أفغاني قال لهذا الموضوع في باحة المسجد الحرام شافني أنا أصلي كنا في الحج وواحد كان جاي وكان أيام زمان حكم طالبان وهذا واحد متعلم عربي من شيوخهم كان شافني أصلي كنت أقرأ دعاء الجوشا بعدين فما أدري شنو اقترب مني سألني قال لي أنت شيعي قلت له نعم وبدأ بيننا نقاش وقال قاتلكم الله أنتم تسبونهم والمؤمنين أنتوا كذا أنتوا كذا أنتوا كذا ووصلها قال هاي الكلمة قال أنتوا تسلمون بناتكم إلى السيد في ليلة الدخلة هذه هزئتوا به كذا وصار شجار فيما بيننا بعدين وكانت هناك حملة بحرانية كانوا موجودين أيضا بالقرب مننا فدخلوا في هذا الشجار وبعدين أبعدونا شوية خوفا من أن يعني يأتي الأمن وكذا وتصير مشكلة أكبر فعندهم هذه التصورات بل حتى أتذكر أنني قبل فترة طويلة قرأت في إحدى كتبهم السخيفة وما أسخف كتب أهل الخلاف أن الشيعي لا يلبث أن ينبت له ذيل حتى أنهم لما يغسلونه يظهر له هذا الذيل يطلع له عصعص يقولون ومن ها السخافات والأباطيل منه كان يروجها؟ هؤلاء الكذبة هؤلاء السخفاء التافهين هؤلاء الذين لا يملكون الحجة فيستعملون مثل هذه الأباطيل في تشويه سمعة الشيع أحسنت إيه ومثلها ما نقلنا إحنا في هذه الجلسات أنه هذا اللي ألف كتاب ضد الشيع المفروض الإنسان لما يألف كتاب يحرص على الدقة العلمية فيه حتى لو كان يخاصم يخاصم بشرف خاصم بتثبت بشهامة مو بلا كاذب مألف لكتاب إبراهيم الجبهان هذا ضد الشيعة وشنو كاتب به أن الشيعة يجيزون نكاح الأمهات والذي تبين معنا علميا بلا تحامل في هذه الجلسات أنه من الذي يجيز من الذي يسوغ ولو على حد إسقاط الحد يعني بمقدار إسقاط الحد من هو؟ هو أبو حنيفة هذا الخبيث هذا نفسه فهذا أبو حنيفة لا يملك الحجة خصوصا مع واحد عملاق مثل مؤمن الطاق هذا كان عملاق متكلم عملاق هذا مو أي واحد فجاي شنو يستضرف لعله ويستخف دم يعني مثل ما نقول فقال له يا قال له بلغني عنكم معشر الشيعة شيء فقال فما هو قال بلغني أن الميت منكم إذا ما تكسرتم يده اليسرى حتى يعطى كتابه بيمينه أبو جعفر المؤمن الطاق رحمه الله شاف هذا ما محترم نفسه فيرد للصاع صاعين شنو قال له فقال مكذوب علينا يا نعمان هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت اسمه قال مكذوب علينا يا نعمان ولكن بلغني عنكم معشر المرجئ أن الميت منكم إذا مات قمعتم في دبره تتتت كلان كسر اليد اليسرى أنا أجيب أودك على الدبر مالكم ما تحترم نفسك أنا إذا ما دام تقول هالشكل علينا أنا أقول لك لا أقول لك شنو إحنا سامعين عنكم بلغني عنكم معشر المرجئة أن الميت منكم إذا مات قمعتم في دبره قمعا فصببتم فيه جرة من ماء لكي لا يعطش يوم القيامة بالمكذوب فشوفوا أبو حنيفة فورا اتراجع فقال أبو حنيفة مكذوب علينا وعليكم خلاص مكذوب علينا بس سكرت خلاص ما نقدر عن لسانك هذا موقف روته مصادرنا لاحظوا أو موقفان روتهما مصادرنا أحيلكم إلى موقف آخر أو ثالث روته مصادرهم هذه المرة يعني مصادرهم الحمد لله أثبتت كم كان مؤمن الطاق متفوقا في مخاصمته لأبي حنيفة وأضرابه في تاريخ بغداد للخطيب الخطيب البغدادي افتحوا على المجلد الثالث عشر الصفحة أربعمائة وأحد عشر أو أحد عشر يروي عن محمد بن جعفر الأسامي قال كان أبو حنيفة يتهم شيطان الطاق بالرجعة مؤمن الطاق على عقيدة عامة الشيعة وهي الإيمان بالرجعة أي أن الله عز وجل يحيي أقواما في هذه الدنيا بعد موتهم قبل يوم القيامة ويسمى هذا عصر الرجعة الروايات الشريفة تقول يرجع كل من محض الإيمان محضا أو محض الإيمان محضا وكل من محض الكفر محضا وتقع بين الجبهتين جبهة الإيمان وجبهة الكفر تقع حروب يعني مواجهات يرجع رسول الله صلى الله عليه وآله يرجع أمير المؤمنين إما الأطهار أنبياء أو صياء عليهم والسلام بل حتى بعض الأبرار مالك الأشتر مثلا يرجع مثلا لعله نفسه مؤمن الطاق يرجع وفي المقابل يرجع أولئك الذين هم في محض الكفر والفساد فرعون يرجع أبو جهل يرجع أبو بكر يرجع عمر يرجع يزيد معاوية مدري منه وحنيفهم وياهم يرجعون دورة أخرى في هذه الأرض قبل قيام الساعة هذه حكمة من رب العالمين جل وعلا أي من عقيدتنا وفي الروايات الشريفة من لم يؤمن برجعتنا فليس منا فأبو حنيفة كان يعرف هذه العقيدة من مؤمن الطاق فالخطيب البغدادي يقول كان أبو حنيفة يتهم شيطان الطاق بالرجل وعلى حد زعمه يقول وكان شيطان الطاق يتهم أبو حنيفة بالتناسخ ولعل السر في ذلك أن أبو حنيفة مجوسي الأصل أبو حنيفة أصلا هو مجوسي الأصل أبو حنيفة كان أفغانيا وكانت عقيدة أهل أفغانستان آنذاك هي المجوسية والده كان مجوسيا هو والد أبو حنيفة أو جده ما أتذكر الآن قال فخرج أبو حنيفة يوما إلى السوق في الكوفة فاستقبله شيطان الطاق ومعه ثوب يريد بيعه فقال له أبو حنيفة أتبيع هذا الثوب إلى رجوع علي أنت تؤمن بالرجعة بيعني هذا الثوب إيه تحارش بيحسن التوم بيعني هذا الثوب أنا أسدد لك لما يرجع علي بن أبي طالب في عصر الرجعة أسدد لك فقال إن أعطيتني كفيلا ألا تمسخ قردا بعتك فبويت أبو حنيفة ليش تتحارش ليش تتحارش عاش مدنين أنت بعدين رح ترجع إنسان يمكن ترجع قرد بعدين شون أقدر أستوفي منك المال ما يصير أعطيني كفيل قال ولما مات جعفر بن محمد التقى هو وأبو حنيفة فقال له أبو حنيفة أما إمامك فقد مات فقال له شيطان الطاق أما إمامك فمن المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم لا أعطيني لا أعطيني ترجمة نانسي قنقر